النائب الديمقراطي ادم شيف رئيس علاجة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي لا يوجد حل عسكري للحرب المروعة في اليمن والمعاناة المستمرة داخل البلاد تتطلب من الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لانهاء الصراع اليمني من واجبنا الاخلاقي ومن مصلحة امننا القومي ان نوقف المساعدات الامريكية للتحالف السعودي الذي يغذي الحرب في اليمن جون ويلسون نائب جمهوري الخطوات الاحادية الجانب التي تقيد بالقول او بالفعل دعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية ستفسر كاشارة ضعف ستؤدي الى المزيد من الهجمات من قبل الحوثيين النائب الديمقراطي ادم سميث رئيس لاجة القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي سعيت منذ اربع سنوات لتبني سياسة امريكية مسؤولة لانهاء الحرب في اليمن وانهاء اكبر كارثة انسانية باسرع وقت ممكن علينا تحميل السعودية مسؤوليتها وحثها على اتخاذ خطوات لتخفيف من الازمة الانسانية والاقتصادية كما يتطلب انهاء الحرب ايضا وقف هجوم الحوثيين على مأرب والذي يهدد مليون نازح يمني بالمجاعة ووقف الهجمات الصاروخية الحوثية على البنية التحتية المدنية السعودية والعودة الى طاولة المفاوضات لانهاء هذا الوضع المروع النائب الديمقراطي روخانا ان تمرر التعديل على قانون تفيد دفاع الوطني لحظر الدعم العسكري الامريكي للسعودية يرسل اشارة واضحة الى حكومة المملكة العربية السعودية بضرورة انهاء حرب الاستنزاف في اليمن ودعم التسوية السياسية تتبنى الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن حقبة جديدة في السياسة الخارجية تتمحور حول حقوق الانسان والحلول الدبلوماسية بدلا من القوات العسكرية لقد حان الوقت لفعل ما هو صحيح اخلاقيا ومحاسبة المملكة العربية السعودية وانهاء تواطئ الولايات المتحدة بشكل كامل مع قصف التحالف الذي تقوده السعودية للمدنيين اليمنيين الهان عمر نائبة ديمقراطية بعد ثلاث سنوات من مقتل جمال خاشقجي لا يزال الصحفيون يسجنون ويستمر اسكات المعاردين ولا تزال حقوق المرأة داس لقد طال الانتظار على محاسبتنا للنظام السعودي